تستخدم الصين الصاروخ الحامل لونج مارش 5 بي لإطلاق وحدة مختبر مينتيان لكن لماذا تم اختيار هذا الصاروخ بالذات؟ وما هي المهام الجديدة التي ستكون لديه بعد نهاية عام 2022 مع انتهاء أعمال بناء محطة الفضاء الصينية الدولية؟ التفاصيل في التقرير التالي يعد الصاروخ لونج مارش 5 بي نفس الصاروخ الذي أطلق الوحدة الأساسية تيانخا هو وحدة مختبر مينتيان إلى الفضاء وهو يعمل على أنواع الوقود الصديقة للبيئة مثل الهايدروجين السائل والأكسجين السائل والكيروسين ومن المتوقع يسهم في خطوة حاسمة لبناء محطة الفضاء الصينية أحد أكبر اختلافات هو أن لونج مارش 5 بي لديه غطاء واقي نحو 20 متر ونصف المتر ويصل طوله إلى ارتفاع مبنى مؤلف من 6 طوابق وهو حاليا أكبر غطاء واقي في الصين قال تشان شو جي إن لونج مارش 5 بي هو الوحيد القادر على إطلاق الوحدات الثقيلة مثل الوحدة الأساسية تيانخا بالإضافة إلى وحدة مختبر وينتيان ومينتيان التي تزين كل واحد منها نحو 22 طنا وعلى الرغم من أن صاروخ لونج مارش 5 بي مخصص لبعثات المدار الأرضي المنخفض إلا أنه يستخدم أيضا لإطلاق الأقمار الصناعية الكبيرة إلى مدار أرضي مرتفع ومسابير الفضاء السحيق في مرحلة تطبيق المحطة الفضائية ستطلق لونج مارش 5 بي تيليسكوب تشون تيان الذي يعتبر حمولة كبيرة في مدار أرضي مخفض ونظرا لوزنه وحجمه فلا يقدر أي صاروخ آخر على أطلاق التيليسكوب إلى الفضاء إلا الصاروخ الحامل لونج مارش 5 بي وقال المهندسون إنه على الرغم من أن الأمر استغرق أكثر من عشر سنوات لتطوير هذا الصاروخ إلا أن التجربة كانت لا تقدر بثمن وستساعد في وضع الأساس للبحث في إطلاق المركبات الثقيلة